تحظى رياضة القدرة البحرينية بدعم كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله رعاه حيث تجلى هذا الدعم في العديد من المراكز التي حققها الفريق الملكي للقدرة على المستوى الإقليمي والعالمي الدعم الملكي لرياضة القدرة البحرينية رسخ من مكانة مملكة البحرين الرفيعة وسجلها المتميز على خارطة سباقات القدرة وأعطى الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين هو فارس البحرين الأول والقدوة والداعم لمختلف الرياضات من أجل الارتقاء بمسيرة البحرين في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي جلالة الملك المعظم الحريص دائما على أن تعتلي مملكة البحرين من أصات التتويج وأن تكون حاضنة لمختلف الرياضات وخاصة المرتبطة بالخيل والفروسية منها ولطالما أشاد جلالة الملك المعظم بما يحققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة في السباقات العالمية والذي رسخ من مكانة المملكة الرفيعة وسجلها المتميز على خارطة سباقات القدرة وأعطى الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين حيث يؤكد حفظه الله ورعاه بحضوره ودعمه المتواصل على الاهتمام الكبير برياضة القدرة البحرينية وتوفير كل مقاومات النهوض بها وتطويرها لرفع راية مملكة البحرين على منصات التتويج الإقليمية والعالمية وانعكاسا للدعم الملكي لرياضة القدرة البحرينية وتحقيقا لتطلعات العاهل المعظم حفظه الله ورعاه جاء تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الأول في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في أبوظبي مؤخرا كتأكيد جلي على أن هذه الرياضة البحرينية الأصيلة تحظى بالدعم بالإضافة إلى تحقيق المراكز المتقدمة في العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والدولية والتي حققت فيها مملكة البحرين والفريق الملكي للقدرة أرقاما ومراكز لا يستهان بها لتؤكد مملكة البحرين بذلك أن رياضة القدرة البحرينية هي رياضة بمعايير عالمية وتطمح دائما للمراكز الأولى على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر